السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله سوف نتحدث عن مرض فطري يسيب الأشجار الأفوكادو ألا وهو مرض تسوس الذي تسببه خنفوسة أو حشرة خنفوسة وتقوم بتسوس أخصان أشجارة أو أخصان صغيرة وكذلك حتى الأخصان الكبيرة فكما تتعدمها باعتبار هذا الأمر أو هذا الموضوع المهم بالنسبة للمزارعين والمزارعات يجب تفقط أشجارهم إلا لاحظت أن عندك مثل هذا البيوت أو مثل الدقيق الأبيض كن أكيد أن الحشرة بدأت تصيب أشجارك وسوف تقوم بإدلافها فكما قد تلاحظوا معي الإخوان هذا المعرض الإخوان مرض فطري صراحة خاطر جدا فهو يصيب جميع المزارعات فكما قد تلاحظوا معي قد نشارك معكم مثالين مثال أول على هذه الشجرة ومثال أخرى كذلك على الشجرة الأخرى قد نقومه كذلك بالحد من هذا المعرض من خلال استعمال هذا الماسكر لأن أنا لا داعي لقتل قصني لأن نغصن حاليا ما زال يحمل الأزهار وفي مستقبلا سيكون التمار لذا سوف نقومه بقطعه إن شاء الله فكما قد تلاحظوا معي فهذا الماسك فهو غني عن التعريف نستعمله خلال فترة الزابيرة فهو يحتوي لمادات نحاس فهي جيدة وكذلك فهو باعتباره تلاء مقاوم المياه والعديد من الأشياء الإخوان للتمال ديره 20 درهم أي جزء دولارات للقنينة الواحدة فهو كافي للمزارع بالنسبة للهكتار الواحد فكما قد تلاحظوا معي خلال نستعمله سيكون معقم فكما قد تلاحظوا معي قد نقوم بتقشير هذه المادة البايدة أو هذه البويض فكما قد تلاحظوا معي على هذا الشكل سوف نقوم بتقشيرها جيدا وصوف نقوم بالتعريف بتلك الماسك أو الماسك فكما قد تلاحظوا معي قد نشارك معكم شجارتين إخوان يجب الحرس على تأكد أن أشجارك سليمة من هذه يجب التفقد جميع الأشجار المتميرة سواء الأفوكادو سواء الزيتول لأن هذا المعرض لاحظنا في السنوات الماضية بدأ يظهر بالعديد من الأشجار المتميرة وحاليا يصل إلى الأفوكادو فكيما كنت تلاحظه معي سنقوم بالطلاع الغصن على هذا الشكل باستعمال تلك الماسك فكيما كنت تلاحظه معي سيمنع تلك البيض من تكاتور ديالا فكيما كنت تلاحظه معي سيمنع تلك الحسرات الخنفوسة من تأكل الغصن فكيما كنت تلاحظه معي أن الغصن مازال سليم ومازال مخضر وأن الشزارة مازال تغدى في تلك الغصن أن الغصن مازال يسكل له تلك المواد الغذائية أو العناصر الغذائية ومازال يحملنا الأزهار ومازال يعطينا تمار لا داعي لقطع هذا الغصن فكيما كنت تلاحظه معي ويجب الحرص على الأزهار الصغيرة التي تصيبها كذلك وتدمرها بشكل كبير فكيما كنت تلاحظه معي أنا عمر الشزارة تقريبا ثلاثة سنوات أو ثانتين ونصف ما فوق فكيما كنت تلاحظه معي طريقة الاستعمال الماسك على هذا الشكل وكذلك قد نتكر لكم في آخر الحلقة كذلك استعمال المبيد اللي قد نستعمله وكذلك عبارة عن أحمد أمينية فاعتبار أحمد أمينية منها كواقع وكدرع للشزارة يحميها من عديد من الآفات وذي الشزارة الثانية فكيما كنت تلاحظه معي الغصن يحمل أزهار وكذلك في تلك الظاهرة أو تلك الخنفوسة فكيما كنت تلاحظه معي أصبحت تتأكل الغصن فكيما كنت تلاحظه معي فتقريبا هكتار من خلال البحث والعناية تفقدت أنا أربعة أشجار وصيبت بهذا المرض وماذا ينتشر ينتشر كل تلك الشجارتين بشكل صراحة رهيب جدا فكيما كنت تلاحظه معي الأخوان قد نقوم بتقشير هذا الغصن فكيما كنت تلاحظه معي كنت أكيد إلا خليت هذه البيض البيضاء أو هذه الخنفوسة كنت أكيد أنه قد أدر لك بالغصن فكيما كنت تلاحظه معي الغصن مازال سليم مازال كتغدى من عناصر الأساسية سواء التسميت سواء السمات البلدي فكيما كنت تلاحظه معي سنقوم كذلك بحقه جيدا من تلك البيضاء فكيما كنت تلاحظه معي هذا الغصن لما زال سيعطينا تشمار من النوع الغصن وذي الأحمد الأمينية فكيما كنت تلاحظه معي الرسل الأحمد الأمينية في المساء ضروري بالنسبة للأساسار المتميرة فهو يبقىها من هذه المعراض والعديد من الأمراض الفطرية فكيما كنت تلاحظه معي بالنسبة يجب الحرص على أن يكون عندك طيلة السنة فهذا الماسك صالح بالنسبة للزابيرا بالنسبة للقطع الأخصان العديد له من الأدوار كذلك فكيما كنت تلاحظه معي عبارة عن عجينة في مادة نحاس فكيما كنت تلاحظه معي قد نستعمله مباشرة على طيلة السجرة بالنسبة للأحمد الأمينية الإخوان يجب ورشيها في المساء أفضل وعدم تخليطها بأي مادة أخرى فكيما كنت تلاحظه معي فهو يمنع تسرب المياه وتشققات وكذلك الرطوبة يمنعها من وصول إلى الغصن أو داخل الغصن فكيما كنت تلاحظه معي للتأمان ديالو تقريبا 20 درهم مغربية أي 100 دولارات قد نقوم كذلك بحق الغصن باستعمال سكين فقط أن يكون معقم باستعمال أي سكين عادي وكذلك فكيما كنت تلاحظه معي قد نقوم بحقها شيدا لا داعي لقتل الغصن فالعديد من الأسخاص يقومون بقتل الغصن إلا أن الوقت فات الآوان متى يمكننا قطل الغصن إلا لفترة الزابيرة فقط إلا أن حاليا الأزهار بدأت تحمل في الغصن أو تمار لا داعي لقتل لأن الخسارة ستكون بالنسبة للمزارع وبالنسبة للشجارة فكيما كنت تلاحظه معي هذه العملية فهي ناجحة 100% ستوقيك من تلك المرض الفاترين فكيما كنت تلاحظه معي سنقوم بحقها جيدا وسقيل كذلك جيد بالنسبة للأفوكادو عدم جعلها تصل إلى مرحلة العطاش وعدم إكتار أنمية كذلك فكيما كنت تلاحظه معي أصبحت تسوس يدخل داخل الغصن فكيما كنت تلاحظه معي سنقوم بإزالة تلك البويض البويضة على هذا الشكل سنقوم بإزالتها وسنقوم بطلاء تلك الماسك بطريقة سهلة جدا وهذه الطريقة الإخوان فهي كتمع تلك التكاتر وخاصة هذا المعرض كنت تلاحظه في تسارة التين أو ما يعرف بالتين كذلك وكذلك كنت تلاحظه في الزيتون وكذلك هذا المعرض على الإخوان فهي كما قد تلاحظه معي فكما قد تلاحظه معي فكما قد تلاحظه معي فهي تلقيم تلك الماسك مباشرة في الغصن فكما قد تلاحظه معي سنقوم بإزالة تلك البويض بطريقة مثل العجينة بايدة على الغصن جليل عن أن أشجاركها بدأت تصيبهم هذه الحشرة أو هذا المرض الفطري فكما تلاحظوا معي غد نقوم بطيلة الغصن غد نحميه الغصن دينا بهذه الطريقة أو بشجارة دينا على هذا الشكل كل أكيد أن هذه الطريقة فعالة 100% مع هذا المرض هم جميع أمراض الفطرية إلى لا حتى بعد تشوهات أو بعد خنفوسة أو مثل الحفار الساق اللي يعانيه من المزارعين دلتين وكذلك للزيتون أو بعض الحشارات كالخنفوسة كذلك لتعكل لنا القشرة الخارجية للشجارة يجب الحرص على استعمال هذا المسك أو هذا الداهين كما كتشفه معايا في هذه الطريقة فأكون أكيد أنك غد تمنع هذا المرض اللي هو صراحة باعتباره من أخطر الأمراض التي تواجه الأشجار المتميرة فكما كتشفه معايا دي الشجارة دينا للأفوكادو اللي هي السليمة إلا أن هذا المرض بدأك أن تشربوا حيط طريقة رهيبة فيها وهذا نحميها إن شاء الله وبالتوفق لجميع أي تساؤل متعلق بأمراض الفترية أو مثل هذا المرض مرحبا بكم إخوان وبالتوفق